اللي عايزة اقوله بس ان فيه زي ما كل حاجة لها موضة او كل حاجة بتخضع للموضات او تخضع للتدخلات الغير طبية او الغير علمية بقى فيه كده بعض الامهات او الزوجات يعني يقولوا لما يعرفوا ان امها يولدوا ولادة قيصرية يبتدوا بقى يقولوا ايه احنا عايزين نقرر يوم الولادة عشان يبقى مثلا يوم الولادة يبقى يوم عيد جوازنا انا وزوجي او يوم الولادة يكون يوم عيد ميلادي او يكون مش عارف ايه وهكذا يعني تمام فيه ناس برضو بتفكر بطريقة تانية يعني فيه مثلا ناس يقولوا ايه انا عايز اعمل عملية شفط للدهون اثناء عملية الولادة عشان ارجع لوزني على طول مصدر الكلام ده بيكون مين الامهات او الزوجات اللي هما بيميلوا الى يعني تعقيد الامور او فلسفة الحاجات شوي الحقيقة انا عايز اقول كلمة للاطباء بقى اللي بيسمعوا الكلام ده وبين قسين للأسف في بعض الاطباء هما اللي بيوجاروا او هما اللي بيعرضوا حاجة زي كده يعني هو اولا طبعا فيه فرق ما بين اختيار اليوم وفكرة ان انت تعملي عملية تجميل ما هو عملية الشفط دي تعتبر عملية تجميلية انا مش ضد ده بس انا الحقيقة ضد الفوضى او ضد التسيب بشكل عالي مش انا مش انا كمحمد رفعل اي دكتور في العالم مش في بلدنا بس لما يسمع الكلام ده ويكون عنده يعني تقدير للمهنة وفهم القواعد المهنة ولأصول المهنة مفروض ما بيقبلش الكلام ده خالص لان فيه فرق ما بين ان انت كطبيب او حضرتك كطبيبة تضع المريض المريضة يعني هنا هي مش مريضة يعني الام في حالة ارتياح او انكوا تكونوا بتجاروهم في كلام فاضي بقى الحقيقة او في موضة او في فوضى او في الكلام ده كله يعني ما ينفعش ما ينفعش الام او الزوجة تقول للدكتور انا عايز اولد يوم الثلاثة ما ينفعش حضرتك تولدي في اليوم المقرر ليكي الولادة من الناحية الطبية التاريخ ده هو المناسب لحضرتك وللجنين هو ده التاريخ اللي بيولائم فترة او نهاية مثلا فترة الحمل او اللي ماشية مع العمر الجنيني او هكذا ما ينفعش اللقص انا عايز اولد يوم 18 في الشهر علشان ده يمعد ميلاد مامتي ايه ده ايه دخل الولادة بحاجات زي كده ده يعني تزيد قوي والحقيقة تحميل الامور فوق طاقتها وانا بقولك وهو ان دي يعني حاجة مش المفروض الاطباء يجاروا فيها ومش معنى كده الاطباء يكونوا متعسفين او دموم تقيل او كده خالص لكن فعلا دور اساسي للطبيب انه يضع الام اللي بتولد دي في حالة راحة نفسية بس مش للدرجات دي لان دي مش راحة نفسية ولا حتى دلع يعني ده بيبقى حاجة ده ما تقيل حقيقة او اللي عايزة تعمل عملية شفتة اثناء ليه ليه بنحمل الامور كده فوق حجمها ولدي بالسلامة وقومي بألف مليون سلامة انتي ومولودك الجميل او مولودك الجميلة واعملي بقى نظام غذائي وانزلي وزنك الزائد ده زي ما زاد في مدار تسعة شهور يقل في مدار تسعة شهور بس كده وربنا يا ربي يقوم الجميع بالسلامة وتكون لحظة يعني فارقة وفاصلة وذكرة لا تنسى وتكون دايما زكرة جميلة وان شاء الله مزيد من الزكريات الجميلة دايما